إيه اللي شفته في مباراة العودة وانطمنك وإيه اللي تتمنى أنه يعني يزيد على الفرقة في مواجهة الإسماعيل؟ اللي طمن في مباراة العودة الانسجام واضح أنه أكتر شوية التهديف نسبة التهديف على الجول بقت أكتر شوية ضيع الفرص أقل من الفترات اللي فاتت الحمد لله إلى حد ما مسكين نفسينا في الدفاع شوية رغم الهدف اللي جي فينا لكن لا في مؤشرات الحمد لله أن الفرقة راح الأدام خاصة أنه كمان في لعبة لسه بعيدة وما دخلتش وفي لعبة الجدد لسه ما دخلوش حيخشوا ماتش الإسماعيل إن شاء الله بإذن الله فبدأت مبشرة بإذن الله إيه اللي تتوقع أن يختلف فعداء الأهلي في مباراة الإسماعيلي؟ وإيه اللي بتنتظره من الصفقات الجديدة كابتن أمين؟ لا الانتظار من الصفقات الجديدة كل الناس مش أنا بس كل الناس منتظرين منهم حاجات كتير جدا لأنهم مفروض أنه اللي جاب لعبة كويسة على مستوى عالي جدا فمفروض أنهم يقدموا أحسن حاجة بالنسبة لهم اتفرجت عليهم في التمرينة؟ اتفرجت طبعا مين لفت نظر كابتن أمين؟ لا أول الاتنين كويسين الاتنين الأفرقة طبعا كريم فؤاد إحنا كلنا عارفينه وشايفينه ومتخب مصر لعيب كويس جدا الاتنين الأفرقة أنا شايف أنهم مهارين جدا يعني الناس حافظة خصوصا كمان يعني حكي كلمة على كريم احنا طبعا متابعينه وكنا نفسنا أنه الأهل يحسن الصفقة والحمد ووقات كان جمهور الأهل يتبع عبدالقادر وتبع عمار قدموا مسلم ولا أرواح وهم أولاد النادي أولاد النادي بالزبط كده أولاد النادي بس أقصد أقول مش جداد على الجمهور يعني الجمهور عارف إمكانياتهم وعارف إزاي ممكن ومشيتهم تفيد الفريق كل وحسام حسن طبعا مهاجم يعني من طرز رفيع ومترم جدا والمجموعة اللي الأهل جابها خاصة من المصرين ده كان من مطالب الجماهير إن اللعبة دي ترجع سواء عبدالقادر أو عمار كان طالبين إن حسام حسام بيتكلمه معاه من السنة اللي فاتت فكان تحت بصر النادي والجهاز كريم فؤاد طبعا ظهر بمستوى برضو يعني طمم جدا بيرستاو هو بيرستاو بقى ميكسوني اللي يمكن الجمهور ميكسوني برضو لعب ماتش الجيش كل الناس يعني قالوا إنه العيب كويس بس ما خدش وقته ونزل في وقتك أنا عصيب جدا في مبارات السوبر لكن أنا متوقع إنه هيبقى كويس لأنه عنده سرعات عنده رشاقة عالية جدا كرته حلوة يعني متحرك فدي إن شاء الله هتفعل بيرستاو الناس ما شفتوش أو احنا ما شفنوش كويس انت شفته في الملعب شفته في التمريب لكن إن شاء الله القدام بإذن الله أنا متوقع إنه أعمله حق كويس جدا الكرا Shawn